قبل ما اروح لضيوفنا لازم الحقيقة نبارك لفريق كرة اليد نبارح الفوز الفوز الغالي اللي كان الفوز الاول فيه سلسلة بالرغم بالرغم من ظلم نظام المسابقة اللي نادي الان هتقول لي ظلم ليه ما ينفعش يا جماعة عبدا ان انا كون طول الموسم بلعب وبكسب بلعب وبكسب وتوصلني للاخر متساوي مع التاني ده منتهز ظلم اللي في الدنيا وابد اكبر دليل ان مسابقة السيدات مش كده مسابقة السيدات مش كده اللي طلع اول غير تاني غير تاني غير رابع ما ما ينفعش يبقى فيه نتايج تراكمية وتوصلني اخر الموسم تكافئ الفريق اللي واخد المركز التاني على المركز الاول وده اللي حصل في مسابقة كرة اليد وده ظلم مبين الحقيقة النهاردة انا لقيت لعبت وتعبت وكسبت عشان ابقى اول مطالع النهايات اول يبقى لازم اخش مميز ما ينفعش النهاردة تدخلني انا متساوي مع التاني وبلعب بستوفتري طب انا بعمل ايه طول السنة طب انا ما عليش قضيها بقى واعمل اي حاجة واوصل منات تاني زي الاول في الاخر منتهى الظلم وتمنى ان ده يعني يتغير عايز يعني يبقى انت بتمسح كل اللي بعمله بقى ستيكة حرام حرام بصراحة ومع ذلك اتحطوا في الاختبار الصعب ده وضغط الاعصاب بالشكل ده وده كان دافع اكبر لفريق نادي الزمالك انه الحقيقة طول السنة يعني خسر موبارات اكتر منا فبقى عنده دافع وبقى عنده فرصة انه يعود الخسر طول السنة فانت بتدي دوافع وبتدي موتيفيشن للتاني وبتسحب من الاول كل مجبود اللي تعمل ما علينا النادي الآلي كان قدها لعبنا مباراة لعبنا شوت الاول ما كناش احسن حاجة كان عندنا اخطاء دفاعية بالجملة كان عندنا كمان اخطاء هجومية وتوتر عصب جديد ولكن الشوت التاني كان فريق تاني تم استبداله بصراحة الله هو اكبر عيون دفاعيا كنا 100 مية حميد ادى شوت تاني ولا اروع الفست بريق بتاعنا كان ممتاز جدا ولكن انا بقول مبروك اهو لكن احنا لسه ما عملاش حاجة عندنا مباراة تانية بكرة باذن الرحمن احنا عملاش اي حاجة النادي الآلي ما بيفرحش مباراة النادي الآلي بيفرح بالبطولة يبقى رقم واحد احنا محتاجين ان شاء الله بكرة ندافع نفس الدفاع من اول ثانية ممكن ما تلحاش اتعود لقدر الله لازم من اول المباراة تخذها بجدية لازم تدافع من اول ثانية لاخر ثانية نفس الدفاع اللي شفناها في الشوت التاني يكون ده بدء معنا من الشوت الاول الف مبروك لكرة اليد ونتمنى لهم الفوز بكرة وحسم الدوري عشان دي اخر بطولة في الموسم خلاص انت برك كاس افريقيا خدت السوبر الافريقي بطولة افريقيا ابطال ما توفقتش فيها فدي اخر بطولة لازم نفسك فيها بادينا ولينا بدون شد اعصاب احنا الافضل واحنا الاحسن لو دفعنا فقط الدفاع ولا يوصلك تكسب المباراة مرتاح ودي عايز قلب اعايز قلب تقفل المسافات وتقابل يعني زي ما عملنا في اخر عشر دقائي في الشوت التاني لازم فريق ابارك لفريق كرة السلة تحت عشرين سنة اللي فاز بطولة الجمهورية كتاني احسن فريق ممكن نتايجنا كمستوى الناشئين على مستوى الباسكتبول مش قد كده مفيش غير فريقتين هم اللي كسبه اربعتاشر كسبة الجمهورية وعشرين بالمناسبة بيمرن عشرين سنة كابتن ابراهيم الجمال ولكن لازم نقوله الف مبروك نجم النادي الاهلي وكابتن الفريق الدرجة الاولى السابق قد اللي عليه عملوا مباراة كويسة وكسبوا البطولة او المباراة كلها بنتايج كبيرة جدا الف مبروك اداء جيد ان شاء الله منتظرين المزيد من قطاع الناشئين في كرة السلة بعد ان شاء الله ما يتم تصحيح الاوضاع اللي ممكن تكون محتاجة تدخل يعني طيب هنروح نتكلم عن طبعا كرة القدم اكيد طبعا نتيجة مبارح نوعا ما الحمد لله ان احنا رجعنا من نتيجة تعادل ولكن ان شاء الله المباراة القادمة كلنا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني وكلنا ثقة طبعا في الجماهير جماهير النادي الاهلي اللي طبعا هتقفل الاستاد ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكون المكسب حلفنا ان شاء الله يوم السبت القادم كل التوفيق لفريق كرة القدم كان قبل ما اطلع لضيوفي في السكواش كان لازم طبعا اشارك مع حضراتكم هذه اللحصات الجميلة والفرع اللي كسبت نبارك لها هنطلع لفاصل عزيزي المشاهدين عشان استقبل ضيوفي نجوم السكواش المقبلين في قطاع الناشئين كل النتاج كلها كانت نتاج ايجابية يكون معنا كابتن احمد حسني المدير الفني ومجموعة كبيرة من اللاعبين هنتعرف من كل لعب على انجازه السنة ونعرفه بحضراتكم ولكن بعد الفاصل